رجعنا لكم من جديد معنا عمر محمود عمر في البداية عايز اعرف اتقانك للهاجات دي جي منين؟ يعني كنت عايش فترة في بلد برا تعلمت منها حتكت بجنسيات مختلفة أولا أيضا آه الحقيقة يعني أنا كنت تربيت في السعودية وعدت على كذا مدرسة يعني كنت مدرسة حكومة الأول بعد كده انترناشنال تحت السلم بعد كده انترناشنال نظيف يعني فالنقلات دي كلها كان عندي صحاب من كل الجنسيات يعني أقل قاعدة كان بقى فيها ست جنسيات سبعة جنسيات حاجات كده يعني فبس فكل الأكسنت دي جاية من ناس حقيقية وانت كنت بتتكلم هناك ايه بالمصري ولا بالسوادي ولا كنت بتعمل ايه؟ والله انا كنت بتكلم يعني في البيت البداية قاصل ان انا اتكلم اكتر من أكسنت كان في المدرسة بتكلم سعودي علشان العيال ما ترعيش علينا بجاب السعودية بقى بتاع كان الفصل كله يعني معظمه سعوديين وبتاع وانا الوحيد الا مصري فكأي اقلية بتريقة بتاع فكنت بتكلم سعودي وفي البيت كنت بتكلم مصري شوية سعودي وسودانيين مثلاً بتكلموا باكسنت مختلفة تماماً فطب ماشي ونجاري بقى بس فمن هنا عرفت تتكلم كذا حاجة اه من هنا كاتت كذا اكسنت يعني طيب طيب عمر منين أصلاً بدأت الفكرة معاك أن أنت عايز تعمل فيديوهات كوميدي؟ منين؟ والله الفكرة كفكرة خدت مني تلات سنين كتنفيذ تلات دقايق أنا يعني من زمان أصلاً وأنا كنت عايز أعمل فيديو وكده بس كان دائماً عندي حتة أن أنا بريفكشناست عايز لأ أنا عايز بقى أخرج وعايز أكتب وعايز أعمل شوية الحبرشتكينات دي بس ولا حاجة يعني كان بتنفع وكان كله بيعطلني أن أنا أستنى أن أعمل أحسن بس عملت كذا حاجة وفي الآخر الفيديو اللي تشهر ده كان عملته كنت مستنى أمي في العربية صورت فيديو مستورة عني طيب عمر الفيديو ده أكيد وصل لعدد كتيرة جداً أكيد برضو مش كل الناس بتبقى متفقة على نفس الحاجة أو على نفس المحتوى مش كل الناس بتعجبها الحاجة فاتكلمني شوية عن الفيدباك أو قراء الناس اللي جيت لك والله أرى الناس يعني معظمها كانت حلوة هو من لي كان على البيوز البيك ده جاء على التكتوك يعني أنا كنت راس أعمل تكتوك جديد وبعمل كده أي حاجة لقيت في الدنيا حاسنين تكتوك معلق أه بس فكب بيبعتلي بقى ميسجيس ناس بتبعتلي حاجات حلوة كتير طبعاً وفيه ناس مريضة يعني داخلها بتشتم مش معطرد داخلها بتشتم فيه أنا مفيش سبب معين للشتيمة شتيمة بس طيب أنت بيفرق معاك الحاجات دي ولا عايد لا خالص أنا يعني لو عشر قالوا وحش وواحد قال حلو تماما أنا كويس ولو العشر قالوا وحش برضا أنا تماما نكمل 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 مزاجي يعني طيب عمر تكلمني عن دراستك هل هي من خلال هي حبيت أنت تعمل فيديوهات كوميدي ولا لا من الدراسة؟ نا لا الدراسة دراسة يعني درس إعلام بس يعني بندرس طبعا صنعة محتوى حاجات كده بس طبعا فيه شفت كبير جدا ما بين اللي احنا بندرسه ما بين أصلا سوق الإعلام في العالم في المطلق في الكام سنة الأخيرة يعني فالتغير ده لازم يعني لازم حتى الناس اللي بتبيتدرس بعد كده أو المنهاج اللي بتتعامل تكوهب بالتطور ده بس إن جنرال لا ملاش علاقة يعني دي حاجة على جنبه خالص احنا بندرسنا حاجة والفيديوهات حاجة تانية في الجامعة كان كنت بعمل فيديوز كده كانت ريبورتاج يعني حاجة كده تقارير اللي مطلوبة دي اه تقارير دي اه ريبورتاج والحاجات دي عملت واحد صاحب يقول لي حلو بتاع عملت كمان عملت كمان اثنين تلاتة تقريبا تابع الاسيو انا برضو كنت بحديش على بازات والاسيو اه اتحاد الطلبة اه اتحاد الطلبة والحاجات الجميلة دي اه بس فهي دي كانت الاول حاجة يعني كان ريبورتاج كانت عملها اي حاجة بقى مش فاكر كان عيد ام بقى ولا عيد مرأة اي حاجة من حلالها وبردو كنت بشخصيتك الكوميدي دي ولا كان جد لا بشخصيتي برضا يا عمر هل ليك حاجة برا الفيديوهات الكوميدي دي يعني جربت اعمل حاجة جد شوية مفهاش يظهر ولا انت بس حاصل نفسك في فكرة الفيديوهات الكوميدي والله اي يعني الحقيقة انا كتبت حاجة عمرت حاجة انا شغلي كونتنت كريتر باكتب بعمل كامبينز اه بقى صنع محتوى بعمل كامبينز اعلانات وابكتب بكتب افلام ساعات كثيرة فيتشر طويل بس دا لانا بعمله يعني وفي الاخر برضو كل بيدور حولي نفس الفكرة يعني والفيتش بتاعني دي فيتش شخصية كتبت ايه؟ كتبت ايه قبل كده بس كتبت ايه؟ الفيلم لما كتبت فيلم كنت كتبه بطريقة عاملة ازاي؟ الفيلم من مين اللي بيتكلم عن رحلة يعني ورحلة ست بتقوم بيها وغرضو الرئيسي يعني بيتناول قضية معينة الهدف منها ان تضاموا المحول المرأة والكلام ده وهو كوميدي يعني الكوميدي بتتخلق في الرحلة مبين كونترست مبين الست دي وشخصية كلام معه في الفيلم الفيلم اسمه إملي الجيركن يعني بس هو دلوقتي في المرحلة مقبل التنفيذ طيب يا عمر انت من وجهة نظرك ايهما بيوصل للناس اسرع او بصورة احسن يعني ان انا عمل حاجة بقلب كوميدي ويبقى فيها موضوع جد ولا ان الحاجة تبقى كوميدي من اولها الاخيرها اللي يوصل للناس اسرع اللي يعلقى بالنس يعني اللي الناس تحس بنفسها فيه يعني ممكن موضوع يبقى تراجدي جدا بس انا حاسس به لان انا مريت به فبيمثلني فاللي بيوصل للناس الاكتر حاجة بتمثلها بس تيكنيكلي يعني اكتر طريقة بتساهم حتى لو قضية جد انت توصلها بشكل كوميدي فحتى ما تبقاش ادعى النفس انا يعني كعمر محبة كده لو هتكلم على الموضوع يبقى فضل يكون فيه اي توتش كده اف لطيف الزريف خفيف طيب يا عمر انت فيديوهات برضو لك تانية شفتها كنت متقن جدا التمثيل فانت بتتعلمه ولا الموضوع كده موهبة جوك لا الحمدلله يعني لا عيش كا نفس كتير قس الموهبة طبعا موجودة يعني الحمدلله والاجتهاد طبعا موجودة اه بتاجتهاد بقى ازاي بصي يعني الكوميدي والفيديوهات والحاجات دي مالهاش علاقة باللي انا بشتغل على نفس بي في التمثيل قوي التمثيل بقى ازاي بناء الشخصية تبني شخصية ان انت اصلا تكون شخص تاني غير نفسك بتعمله بقى هو بروفايل انفعلاته هيتعصب ازاي هيتحك ازاي حتى لما يقول افهات ويقول حاجة كوميدي هو اللي بيقولها مش انا مش عمر محمود فكنت بياخد بقى ورك شوتس وبتهاع و بقرا كتوب وكده يعني مذاكرة اعملت مسرحية او حاجة ولا اه اعملت مسرحية تعملت اما كده بس تتعبانة يعني محيفش الكلو عليها تجربت قبل كده انك تمام اه بمثل يعني التمثيل مالوش علاقة مش شرط ان انا اطلع في فيلم او مسلسل في رمضان الجاي ده ممثل يعني لا انا بمثل وهو ده تمثيل طيب اعمل انت عايز توصل بالفيديوهات دي لحد فين يعني هتكمل لحد امتى لحد ما تجني ايه اوصل لحد فين اه الله مش عارب يعني انا بعملها المزاجة يعني تمثيل نفسه بيبسطني حاجة بتبسطني بعمل فيديوهات بعملها عشانها مبسوط حتى الكومنس اوقات كتير جدا ما بقرش عليها او ما بردش عليها اه غير لو مسلا لو حد صاحبي بتاع ما ما يصحش ما لازم ارد اه انا بعمل الفيديو ما ببصش حتى للفيوز اه اه اما من ايها حاجة بترضيك انتو حاجة اه بتبسطني وبعملها يعني طب فكرت تعمل ستاند اوب كوميدي قبلك او اه فكرت اه بس يعني اه مشكلة ان انا راجل خجول جدا الحقيقة يعني لا لا اه لا خجول جدا في العاجات دي فا جربت مرة ان انا اعمل ستاند اوب كوميدي يعني سبحان الله انا كنت رايح مجاهز ومحضر وفي دماغي ان انا هخش هسمع سريخ ضحك طلعت مش عارفة كالة فاتصدمت بقى ايه ده هو انا خجول ولا ايه فمش عارف بس بمساعتها ما عدت بتعاش تاني يعني كان مش عايز اصلا يعني تحتكب ان انت وايف قدام ناس بس لا احادي انا ما عنديش مشكلة بس ده كان زمان يعني انا كان من كزا سنة كان وانا في سنوي ممكن دلوقتي يفرق مثلا اه بس ما بيتش فرصة يعني بس انا بحيب الستاند اوب كوميديز وبتفرج على كوميديينز يعني بتعجبني الحاجات دي ممكن حتى متفرجش على فيلم وتفرج على الساند اوب كوميدي بالليل كده يعني طيب يا عمر افكار الفيديوز اللي بتعملها انت معاك تيم وبتعودوا تحضروا قبلها هنتكلم على كذا ولا الموضوع بيجي كده في لحظة عايز تعمل حاجة لأ ما الوديهات برضو مش وحدة اسكر يعني يوديهات كلها بسيطة هتأخذ انت الله لا يا حاجات انا يعني في حاجات اللي هي بحتاج في حد معايا مثلا يصورني او كده الحاجات اللي صورتها مثلا على كرومة بتاع بحتاج حد يصورني بحتاج بقى بكلم صحابي يعني حد صاحبي بيصور بيعمل بيجي ساعدني ولو انا بقى عايز اعمل حاجة ومستنى منها عائد بقى مستنى فيوز مستنى حاجات باخد بقى رأي ناس صحابي انما معظم الوقت يعني ما بقى الوحدي يعني بعمل حاجات بسا الحاجات كلها بسيطة بس ان شاء الله هتكمل وتبقى حلوة بإذن الله يعني ربنا يكرم قولي انت كعمر كعمر اه حلمك توصل لحد فين يعني عايز تباقي في الاخر كده حلم يوصل لحد فين ايوة والله يعني مش عارف كليشي جدا ان اي ممثل نفس اخد الاوسكار وبتاع بس انا يعني في الفترة الاخيرة اكتشافت ان الجوائز ملاش قيمة وفي الاخر فيه اسس معانة بقيامه عليها تعبانة جدا يعني حتى الاوسكار ذات نفسها فان انا اسيب اثر عند حد او ان انا افضل يعني انا في الاصر انا بعمل فيديوهات بداحك الناس لو في فيديوهات تعرف تضحكك ووصل لك رسالة كويسة او ان انا احطي لك قيمة كويسة ده كده خلاص ده هدف كويس بالنسبة لي عمش محتاج حاجة تانية اه عمر شكرا جدا ليك اتمنى ان انت توصل للحلوة ده وتكون انت سبب من الناس كتير وتتحك يعني شكرا جدا ليك المهاردة ربنا خليك اعزائنا المشاهدين بكده بوصل معيكم لختام حلقة مهاردة شكرا لحسن استماهكم ومتابعتكم استنونا السبت جاي صاربا وكنوا بخير